إذا أعجبك جمال منظر في الكون فوحد الله تعالى لأنه هو الذي خلقه وهذا الجمال هبة من الله الجميل فإن جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانها هو من آثار جماله فالله سبحانه أولى بذلك الوصف من كل جميل فإن واهب الجمال للموجودات لابد أن يكون بالغا من هذا الوصف أعلى الغايات وهو الذي له نعوت الحسن والإحسان فإنه جميل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال فهو الجميل في ذاته وإن أعلى نعيم أهل الجنة رؤية وجه ربهم ففي الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهو الجميل في أسمائه وصفاته فأسماؤه كلها حسنى بالغة في الحسن غايته لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهو الجميل في أفعاله ومن ذلك الإحسان إلى خلقه والبر بهم قال تعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فمن عرف جمال ربه أحبه غاية الحب فوجد بذلك حلاوة الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ثم من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث ومن آمن بأن الله هو الجميل فليحرص على التجمل في ظاهره وباطنه شكرا لله على نعمته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ومن آمن بأن الله هو الجميل اشتاق إلى لقائه واستعد لذلك بالعمل الصالح وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة